انا اسمتي علي بن صالح ناجيب ناجيب هي اسم الاسرة الكنية ومنا قليمين يعني منطقة ودنون باب الصحراء يعني زايد في الخمسيني في الربعينيات الوالي الدير انساني عنده بزاف دريري وشجلني مؤخرا حتى اتفقد واحد فات واحد خمس سنين عاد شجلني وما قال لي انا ما عشت معها انا ربيت من اللي زيت بقيت معها جدتي وجدي من الام بابايا امي تفرقوا كل واحدة جهته بابايا كان عنده ولاد اخرين وبعد مننا شوية واحد خمسين كيلو متر واحد قرية اخرى المهم من انا زيت كما قلت لك قبل زيت بابايا بين الحدود كان جدي وجدتي رحال بدو تيتنقله مع الماشية مع الاغنام والابل واك شي وزيت تقريبا في واحد المنطقة في الخيمة في الحدود ما بين مستعمرة اسبانيا ومستعمرة فرنسا في الجنوب يعني جنوب اطلس الصغير الاقصى يعني في الجنوب اروح حال ايو المهم كما قلت لك قبل مليز تماجا وقالوا مخسكم ترحلو جي مخازنية من فرنسا واقع اللي قالوا مخسكم اما تمشوا عند اسبانيا واللي طرحلو جي ات فرنسا ما تفقاش في الحدود قالوا ما ودي رحزاد عني واحد دري قالوا ما غيرتش كدوا علينا قالوا من اللتي مشاو جابوني ولووني واحد المنطقة وخرجوني ووروني واحد واحد ريال حساني ديك الوقت يا كل ريال حساني قالتها لوالدة او قلت لها لوالدة انتي كنت تطلبي بيا من اللي ما زق بقي صغير تحت تضحك كنت تضحك تتقلقات من بالفعل المهم هذا هو ملي بقي Так صغير تنبعت ذات غير كلكا في الاخير百و Tang Lin Madden هذا هو نزد هنأت قرأ نسرح مقريتش نهيا وعندي ولادة اخواني ومناس اللي قرأوا الناس اللي قراءوا في في نفس السين ديالي قراءوا في المدرسة اللي عنا فرنسا في تحت المدرسة ديلك الوقت وكنا قرنا شوية في الجامعة نقرأ ونكتبوه ونكتبوه ونقرأو ونقرأو شوية القرآن ولكن ذلك شيء ما ماشي بجدي المهم عارف أنت نكتبوه تن ومشي تنصرح الأخرين تقرأوه في المدرسة إيوام الليمة جدي كان عندي حوالة 13 سنة وفرقوا ذلك ذلك الحيوان ذلك الأغنام وذلك شيء وفرقوها الورات بقيت أنا بدون خدمة ذلك الوقت بديت أنا مدراسة تسجلت في مدراسة ونقصوا لي في العمر وباش نلدى في المدراسة اتشي دوست واحد عامين والظروف مساعدتني عاود مات حتى جدتي اللي كنت بقيت معها الوليد مثلا عرفوش بزاف انت مشي عنده ومشغول عنده بزاف داري ما عنده شما يعني حسنا بقى معها جدي وجدتي ولكن من اللي ماته ما بقى نتشاهد ابقيت نخدم واحد عامين ولا ثلاثة ابقيت في واحد الحانوت واحد الخال بعيد يعني ماشي خالي خالي واحد الحانوت ما في البيلاج تنبيها شوية ومواد الغدائية تنبيها شوية قليلة واحد نهار قل له نقول لك عيد الكبير واحد نهار بعدو ولا يومين بعدو قل له ره موغا جا موغا بقى 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 الناس كل شي شحال واحد مشا ذاك الوقت لان ذاك الوقت كان الجفف والناس اللي عندهم تكسبوا ذاك شي ما تلهم وما كان الفلاحة وما كانت شي حاجة الناس انطروا وما عندهم حتخدمة ما كان لهم معاميل في حالة في الغداء اذا احتل في لاحق لي لانا الى ما كان الاشتاء ما كانت شي حاجة ذاك الاسيمة في ذاك الجنوب ايوان الناس كانت بزاف الناس ما تقول الأغنام ديالهم وذاك شي خصهم يديروا شع وذاك الوقت الحسن التاني اللي ارحموه اعرف باللي هاد الناس خصهم يخدموش بلاسه ولا يمكن يديروا مشاكل سياسية وذاك شي اسمحوا لي هم داروا كونتراداتي يديروا الناس امام شكرا الله بالتقدير لان كما قلت لك الى جينا تقدير ديالي حاول 17-17-17 سنة 16 سنة نقول ذاك الوقت شو حد نهار قالوا راه جاموغا وقعنا للمنطقة جامعوه في قلميم ونقول لك شي ميتين واحد واحد ميات هاجي واحد ميات هاجي بحيدين الحواجهة في الفوق ونخلين صدرنا عريان وتيجي تيش في فوق سيبون نوه يدير طبقه حمر بحل الكباش في السوق ايوه طبعني وانا صغير وضعيف وذاك شي نخاف من الميزان واحد السيد بعت له ذاك الطبع ذاك اللي هكا حتى شد ذاك الطبع فيه اعطني عشر دراب شريت واحد السروان كبير شوية وذاك السروان اللي كنت لبسوه خيط فيها الجيوب وعمرتهم بالرملاء وانا دخل عند مول الميزان وتنسمع قال لي اه يالي عمرت ها احشامت ما بقي قال لي قال لي انت اسميتك فلان قال لي انت ماشي بباك هذا قال لي ما يمكن تجيم هاد الفيلاج تعرف الواليد قال لي اوك اوك يالله طلع طلعت قال لي اوالدي بالرملاء ديرك بقي اخصك ثلاثة كيلو ولكن ولكن الله يسمع مشينا لقى ديرنا الراديو ومبعد سجلونا وذاك الشي وخدوا المعلومات واتصور ذاك الشي واحد الوقت عيطوا لنا قال لي لا تمشيوا جمعونا في الكار ودونا الكازابلانكا انا مع مرد ساقا دير الفوق اول مرة خرجت من تملك البلد المهم جينا لكازابلانكا في الليل اركبنا في الباخيرة في الصباح صبحنا في وسط البحر واحنا في اسفل السافلين مع الفيران يعني 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 شي حالاج الناس تقياه وذاك شي حال المهم وصلنا وصلنا مارسي واحد يومين واقعي لأولاد ما عارف ما عقلت الناس مردوا ذاك شي ايوانا ما امرد تحت وصلنا وصلنا التران واخرنا اسمي تو مارسي ركبنا في التران هجات نسخانة جراع لي ذاك شي كل شي امرت ما بقيت عقل حتى شي حاجة وصلنا باريه وصلنا بطريف الليل بالكيران داونا الشمال شمال فرنسا وصلنا باحد قاعة كبيرة اتهاي القهوة وصندويتش ديالهم المهم بقوا تيقسموا فينا كل واحد مول من جم تيهز ديالو وقعد داوهم شافوني أنا ضعيف ومريض حتى واحد خلاوني بقيتم قال لي انت شريتي الورقة المهم قال لي ان ارجعوك خلصوك 6 شهر قال لي ما مشي احناتين هضروا واحد والد العم ديالي عارفها غادي نجي جاء قاعتين يسوري لي قال لي انت هتتعرف عادة مشيت معا حتى حيت واحد وسبوع او داو تاني مشيت وخدمت في ذاك المنجم ديالو اللي تيخدم فيها المهم خدمنا واحد عامين وشوية جمعنا الفلوس ومتم ما مشيت الهولندا ايوا في هولندا باش انسيت ما قلت ليك من اللي خرجناه منها من اللي تشجلت اول خطرة مع موغا من اللي تشجلت معاه باش يديك سيكون هذي اكثر من 25 اكثر من 20 سنة داولي أنا زايد 37 المهم بقى معيالك وغد كل شي يعني الباسبور داك شي الهوية ديالي ايضان تيكونش من بيها غالطة من اللي مشينا الهولندا قاعد لو كذاك الناس تيبغوا جيبوا الناس قاعد الناس بغوا الناس اللي تيخدموا ورخاص لان احنا مقارين ماولو تنخدموا فالخدمات الصعب المهم من اللي خدمنا تمامشيت ما تشجلت قاعد اللي مشاول مغاربة تمامشي جلوب اللي ولدو عندهم مزوزين وعندهم ولاد لان لاتيت خلصات عامين ونص رجعنا للمغرب مشات الفلسات بقيت بديت من جديد لان الاخد دار الفلس بك ورجعت لفرنسا رجعت للمغرب باش نبداو حانوت باش نبداو المتجر والاخد دار كاميون وبقيت انا بديونا نخدمه المهم رجعت لفرنسا واخدمت واحد شهرين ومشيت لهولندا ذاك الناس المغاربة من الجنوب كل شي تمشي لهولندا ذاك الوقت هولندا تيخلصوا مزيان ونقيالي عنا من اللي كنا في فرنسا بيت الحيوان تيعملوا هنا بيت الحيوان يعني ساكن شي برارك وشي حيات قبيحة بززاف ما كان ما نقول لي المهم في هولندا إنسانية ساكني مزيان وتيتخلصوا مزيان وزيادة قاع الناس تيش جلوم اللي مزيوزين عندهم الدراري لانا ما تتخلص لي طاكس وزيادة يعطوك خلص ديال الدراري واخه هما موجودين في المغرب وهم لقاع مكاينين يعني هما عارفين وقابلين هاد الشي المهم بقيت الماء وجمعت شوية الفلوس وحيت شوية لباس أنا قلت نمشي شي بلاساقها ما فيها المغاربة مشيت لقيتها أرجعت كائي في الترام قال زكا واحد سي جاي في الترام شاف فيها قال لي مغربية قال لي مالك أخويا حازين كائب ودك شي قال لي أنا أنا حاوت لي الحكاية قال لي شوف انت باقي صغير سير الجنة فوق الأرض قال لي كائنا قال لي السويد أول خطر نسمع عن السويد أنا أخويا شديد ثرانو جيت من السويد جيت لستوكولم هنا شي بلاساق خريبانيت من هنا دوزت واحد جوج الأسابع مع واحد السيد مشينا واحد المدينة يمكن غتمشون لها اسمته بصالة في الجنوب هذه مدينة صغيرة جامعية عندها ما يزيد على 500 عم من اللي كان هذي أقدم جامعة في اسكاندنابي المهيام ثم بقيتان خدم في أي سنة؟ سبعة وستين سأل شي في ستا وستين مشيت جيت هنا ستا وستين دوزت هنا جوج الأسابع يعني باقي في ستا وستين وفي سبعة وستين بقيتان خدمت في واحد المطعم تنغسروا يعني القوامل وذاك شي ومن بعد خدمت في واحد السبيطار وثم كان شي واحد جوج الولاد سويديين تيخدموا معنات يخرجوا الخمسة خمسة ستة يخرجوا ورحلة نوصلوا حتى للسبعة وقلت أنت مازحوتي يعلمون شوية اللغة وذاك شي قلت ماشنا واش نقدروا في انت هتمشون قالك حنا نتمشون في مدرسة الماسعة قلت لهم إلا مشيت معاكم يسجلون قال هي مشيت معاهم بالمفاجهة شجلوني مسؤولة شي حاجة وتشجلت في البتداي وذاك شي ولكن ما نعرف لا لغة لا انجليزية لا سويدية وأبقيت وقال للمعلمة ودي ما عندك ما تدير هنا أصير شوف ربنصة أخرى gäller прокقabe المهم شي تدرت هتنبكي وقلت هذي الفرصة الأخيرة باش نقرا إلى ما Warsaw طلبت عدد الفرصة ما عملي وباقي نقرا رجعت له今äng alcohol بقي تم up في الأخير يعني ما يسالت هذاك واحد ستشهور انا الأول في الناحوا دياله ولكن الباقية أبقيت إي شوف кров لأن الناحوا غير القواعد يحفظها الإنسان المهم بقيت واحد عامين عام ونصر تنخدم وتنقرأ في الابتدائي من اللي قريب نكمل دوست سانة تنخدم في النهار وتنقرأ في المساء لأن هنا نستقرأ في المساء والحد لأنه كان بزاف المدارس والجامعات نستقرأوا بزاف وخاما عندهم عندهم الهوية يقرأوا يقرأوا موسيقى ابتدائي ولكن كان عندي مساعدة مساعدة لأن عائلة استبنتني تقريبا ماشي بالمئة بالمئة ولكن تنجي عندهم تقرأوا يدوك شي وأساعدوني وكنت مع بنتهم وهي ساعدتني أكثر من ذلك وأول ما درت درت البيرمي بذلك الوقت سبعة وستين البيرمي أصعب بحاجة يديرها أنا ترجمتها بالشلحة وبالعربية وكل شي تنحاول ذلك شي تنعرف المهم من اللي قرر بتنسالي بقالي واحد ست شهور يعني هذه المدرسة في المساء مختصرة أعود تقرأ عامة تقرأ واحد ست شهور يعني لك شي مختصر من اللي دو وسط واحد مقول لك قريب عام مشيت طلبت المنحة عند مكتب العمل وقالوا لي أنا طلبت عامة وقالوا لي نعطوك منحة تسالي المدرسة عامين واربع سنين ما كنت مشكل وكملت وبديت في التانوية ومن التانوية دوست واحد عام عام ونص هي تلت سنين تنخدم لا ما بقيش من اللي أعطوني ملحة ما بقيش تنخدم أعطوني ملحة مكتب العمل أعطاني ملحة تعطيني فين نسكن تعطوني باش نعيش وتعطيني باش نشير الكتوب وذاك شي والصفار وذاك شي إيواء مرتحت من ذاك ما بقيش تنخدم تنخدم في الصيف وذاك شي أنا بريت ندخل الكلية اللي عنا في الكلية كان نوادي كان ملاهية وكان يعني حياة أخرى أنا صغير بريت نعيش الحياة المهم دخلت وتشجلت في الاقتصاد والاقتصاد ذاك الوقت كان بزاف أحد الحملاء حوال سبعمائة واحد اللي تشجلوه في ذاك الوقت غير في الاقتصاد خلي الوقت وبالمناسب ذاك الوقت كان والي العهد هاد الملك دابا اللي هدا كان حتى هو تقرأ معنا بقيت في الإحصاء الإحصائية في كان تقرأ معاكم؟ في الكلية في الجامعة تقول سبحان الله بحالوا معن دولة جودونس شي واحد تمشي معاها بحالوا وذاك الوقت ناس مفتوح على ذاك الوقت تمشي الديسكوتيك تنلقاه وتنلقاه وتمشي يعني إنسان عادي بحال الناس الأخرى والي العهد هاد الملك دابا من اللي بديت في الكلية بديت في الاقتصاد واحد البروغرام واحد النظام تسموه الاقتصاد يعني اقتصاد عام وتجلوه في حوال ما يزيد على سبعمائة واحد غير في الاقتصاد وكان الناس اللي حمله بزاف في الأقسام كان يكونوا يعشين في أول ثلاثين المكسيم وذاك الوقت يكون حتى خمسين ولكن فاحتى يجمعهم واحد النهار في ذاك الأولى واحد معنوش تسموه بالعربي يعني في الجامعة تيكون واحد البلاسة كبيرة تيقرروا فيها أو لا تسموه أنا ما عرفنا المهم تيكون غالس بحال الولي العهد من الناس اللي تيقرؤوا ولكن هو ما تيمتحن الفرق هو ما تيمتحن حنا تيمتحنوا ما كانت مشكلة أنا ميرارا تنلقاه في الديسكوتك ما كانت مشكلة سنتكلم معه ما كانت مشكلة وذك الوقت الوزارة دايما في الشارع واحدة كتلو واحد الوزير الأول كان كتلوها نفس وقلوا قريب هنا ذاك الوقت تشدت شوية وما ذاك الوقت الوزارة وكل شي تدخل عند الوزير بدون أي مشكلة موسيقى نجحت 30% من ذاك 730% اللي نجحوا اللي دازوا وانا منهم يعني كنت خايف من اللي ما غادي ندوز ولا ما غادي ندوز مهما هاتشي وما كانش عما حسن جدا ماشي حق غير حسن المهم مديت في الاقتصاد الأخرى اللي هي اقتصاد الوطنية وبعد ذاك ديال الشركات ماجهة من الصعوبة باللغة يوا لان ذاك الوقت باش اللي يدخل جامعة تيعطوك واحد شوية للمنحة وتيسلفوك سلف حتى تخدمها ترجعها يواش كان ناس كلش اللي يدخلوا جامعة تيسلفوا عندو ولا ما عندو غاني ولا فقير بحل بحل تيأخذ السلوح تيكمل المهم ولكن الى ما جبتي عندك 20 نقطة في كل شهر الى ما جبتي 13 نقطة ما يعطوكش المنحة لسيك تعود حتى تنجح موسيقى تم شديت فيها لليسانس واحد عامين تنظن لدوست وشديت لليسانس موسيقى وبديت تجلت في هاتي 76 تجلت في يعني البروغرام ديال الدكتورة يعني يعني الدكتورة بالعربية ما عرفتي هي هذيك هي هذيك المهم تجلدك الوقت اما تدير الماستر او لدكتورة ما يمكن ليك تدير الماستر و تدير الدكتورة لا اذا غدت تجلدك في البروغرام عندك اختيارين اما الماستر و بعد الماستر ما عندك الحق باش تواصل لدكتورة ولا تاخد الدكتورة من الاول انا بغيت بجوج ولكن بغيت نوصل للدكتورة تشجلت في الدكتورة ابقيت ابقيت تنقرأ و تدير الدكتورة جات صعوبة و ما كانش منحاق سنين خدام و ذاك المنحا ديالي يعني يعني تعطلت ماشي غير انا ذاك الوقت الناس تقرأ و واحد الوقت جزاب باش يديروا الدكتورة عشر سنين او الاكتر انا في نفس الوقت تنقرأ و عندي شي منحاق ليلا و زيادة كان عندي امي في البلاد ما عنداش دار كانت ارحالة و معنا جخصين نخدم نبني دار الممي وتنخدم خدمة هنا و خدمة هنا يعني واحد العداب واحد الصعوبة و ذاك شي ماهما تشي ما بغيت نخرج من من الدكتورة من لي قربت قربت دوس نقول ليك ما يزيد على 8 سنين تنقرأ شوية و يعني ما قريص بالجد اللي علينا ما كانش المادة ما انني ما كانهم ما كان منحا لا تنخدم و و خطني نصيفة الفلوس للبلاد و خطني هنا نعيش و ذاك شي المهم في 80 مشي التنذير في البحث في المغرب والبحث ديالي تيدور على الأطار تبعت الأطار ديالي رجعت مع الأطار ديالي اللي هو دوك الناس اللي كلشي مشاو الفرنسا من جملتهم انا وغولندا وخدمو شنوالفع عالية ديالهم على الاقتصاد المحلي في ودنون ومشيت تنذير استجوابات تنذير استجوابات مع الناس ومن ذاك الوقت تزوزت جبت جزوز ديالي من المال هنا في 80 وبقيت وبعيت من الدراسة ما مشيناش المهم بقيت حتى 84 82 83 82 زادت عنا واحد الابن الدكتورة جيت 86 را عندي المراجع هنا هتشوفهم بعد داك داك عيت من داك شي بقيت تنكتب 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 غير تنكتب واحد الصيف جو ستيمشت جوتنبوري مع الولد وبقيت انا في الدار عندي الكتوبة في طوالت الفوق عندي الكتوبة فين ما مشيت الكتوبة مفتوحين وبقيت انا كتبت سديت عليها يقول لك 6 شهور ما تنخرش تمشي نشر الماكلة كتبت واحد ما يزيد على 500 صفحة وديتها الأستاذ قلت لي شوف هاتشي قال لي هاتشي بزاف قلت لي شوف الله يخليك يغير شوف إلا قدر تقرأ في شي حال وهاتشي را كتبته بالإنجليزية ما عندي يعني ما عمري قريت الإنجليزية حاولت إليه كتبت سويدية أحسن سويدية ولكنش كون غادي يقرأ وأنا كاتب علم غريب إذا اخترت الإنجليزية وذاك الأستاذ لي ماهر بزاف الإنجليزية كان في أمريكا وذاك شي المهم شاف فيه قال لي بزاف هاتشي أنا منسموح ليك 200 صفحة في الدكتورة لأنا قلت لي غادي إنه قسمه ودرت واحد نص وذاك الوقت تغير القانون من حسن الحظة ديالي تغير القانون يمكن تدع حتى الماستر قبل ما تدير الدكتورة مسموحة أنا ذاك النص اللي شاط على الدكتورة قدرت فيها كتبته وقدمته في الماستر 85 راعدين نوريكم 85 الماستر 86 الدكتورة ما يتصورش ولكن ذاك شي سنوات القديمة المهم 86 شديد الدكتورة موسيقى 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 صعيب ما قدرش نجاوب علي أنا نبنفسي المهم من اللي كملت في دير واحد الحفلة في دير الحفلة ديال الدكتورة أنا نقول لك حتى واحد في العائلة ديالي ما دار حتى الابتدائي أول واحد اللي قرا في العائلة ديالي نهار يعني وهمة ودرت الدراسة وصلت هاد الشي تندير واحد الحفلة والناس تيجيوا يديوا اللي كادو ويبعتوا التيلجرام أنا بعت التيلجرام نفسي باللي العائلة ديالي قالت لي هانئة جاوا يقرؤوا ها قدام الناس ما بغيتش باش يقولوا ما عنده عائلة ولا داك شي فهمتي؟ ومليقت له مراش بدي الدكتورة قال لك ايش حال غادي يعطوك دا بازد الفلوس يعني ما شيف داك المستوى قال لي هم تا غادي ترجع وازير قال لي هاد الشي هاد الشي اللي كايد مع الأسف هدا المهم فالكادو اللي اعطوني الأساتي دا والأصدقاء ديالي واحد الجيطون قال لك دا با احنا انتهى منك ما هتلاها عندنا ما نديرو را وصلت يا حد الدراسة هتلاها عندنا ولك يعني ما ديركم شي لبلادك أنا ما عندي لا فرنسية لا عربية وعندي عائلة كيف يرغل نرجح؟ أنا فكر حد داعيت طلبت تموين المشروع قال لي واحد الأستاذ اللي كان عندنا تما قال لي غادي نعاونك ولكن بالشرطين قال لي غادي نضير واحد المشروع اللي تختار عندها وانا غادي نعاونك باش تشد تشد تموين ديال المشروع ولكن بالشرط كانت خدم عندي كان عبد يعني اسكلافر يعني اللي نكتب يديرو في اسميه دياله هو وتينشروه في اسميه دياله هو قلت ليها اسميه أستاذ قلت له شوف أستاذ كملت قال لي قلت له قلت له عرفت علش أنا جيت هنا السويد قال لي لا عود لي قلت له جيت هنا ما نكون لا خادم لك انتا ولا غيرك شد المساعدة ديالك ما بغيتها وانا ضرب عليه الباب باعف وخرجت ما بقى عندي ما ندير في الشعباء المهم كان عندي واحد المشروع قلت لشهور كونسل يوروبيا بغاوا يديروا واحد دراسة على شركة المهاجرين في البلدان أستاذ البلدان وقلها هولندا إيطاليا السويد ودنمارك وما كانت شي واحد يكتب عليه قالوا ديرنا دراسة قلت له دراسة هذه هي المشروع قلت لهم ولقيت هذا الموضوع حتى واحد ما خدموا عليه في السويد وحتى في البلدان الأخرين كانوا خدموا عليه الناس في بريطانيا وفي شمال أمريكا اللي هي الولايات المتحدة وكندا لانا كان بزاف المهاجرين تما ودالوا تجارة تجارة صغيرة يعني ريستورا كذا قلت عليه دراسة وشبرت يعني لقيت موضوع عفاش ندير البحث لانا ندير البحث لانا ندير البحث على المغرب حتى واحد بيمون لك لانا انتهينا من الموضوع هذا ديال الهجرة والفعالية ديال على الجنوب ما بخاش عندي منذير معا لانا ما كانش من الموون كتابت عليها يعني غرب كما على الهاوية ديالي وكتبت عليها وذاك شيء ولكن ما كانش من الموضوع اذا اخترعت هاد الموضوع هادا جديد ديالي فاش نخدم عليه في السويد وكانت موين وذاك الوقت تنطلب تموين تيقول لي كيفاش شركة جنبية إنسان يملكها جنبية يكون سويدي ولا مراء ولا ما عندها حتى معنا حتى واحد طيض حكو عليها سيدة هادي سويديش انتناشن ديفلتمنت اجينسي يعني تتساعد في المهم طلبوني باش نمشي لجنوب افريقيا عندي واحد الأستاذ كان ديالي عنده علاقات وعيته عليها ومشيت خدمت في جنوب افريقيا ذاك الوقت ماشي جنوب افريقيا يعني ماشي الريبوبليك جمهورية جنوب افريقيا ولكن لي سوته واحدة البلاد الصغيرة فوصت قلب جنوب افريقيا يسمى اللي زيتو ما عرفوا اللي سوتو تتعرفوها المهم علاش مشينا لان داك الوقت كان الامبارغو وربط المهم المتاحي دا حصرت ابرت هيد في جنوب افريقيا ولكن داك البلاد اللي وسطها اللي هي اللي سوتو ما بغاتهاش تمتسب يعني اذا تيرسلوا البعتات وانا من واحدة اللي خدمت كانت كونسي ديال ديال هاي مكتوب هنا كونسي ديال حكومة لسوته لغوبرمنت الإسلامية حكومة هيك اللي عربية عندي نقصة المهم يعني وزارة الفلاحة كانت تكون صيتم واحد عامين ذاك الوقت خرج منظلة من الحبس وتخوضت شوية الدنيا وبزاف الجرائم وتكتلوا الناس كتلوا واحد عالصديقة جوستي قتلوها لأن الناس ما عندهم تشي نقضيه في الحانوت تنقضيه واحد مئة مئة ألفين درهم ألفين ومسكين تايجي هذوك الضعاف تايقضيه بخمسة درهم عشان درهم يعني كان الفرق بزاف وكان بزاف العنف وكان بزاف الجرائم المهم قضيت معها واحد عامين وكنت غانا خدم معها المهم المتحدة هذك UNDP المهم أعطوني خدمة ما أعجب ليش الحال والأولادي قال ليه المرأة قلت لي يخصوني يرجعوه والدري يخصوني يرجعوه ومشينا رجعنا للسويد هدا أول كتب هدا ديال ديال يعني قرار حكومي هدا سويديش اس او 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 يعني أول واحد كتب هدا في الموضوع هدا وبديت هاد المشروع هدا والناس اللي عجبهو حال من واحد بدو فيه وكتب فيه كتب كتيره ها دي غير بعضهم إذا فتحت واحد الموضوع ديال البحث لأي واحد أنا اللي ولي بدته هنا في السويد وعندي طلبة وكتب وكتب المهم ما بقاش عندي مشكل رجعت ما بقاش عندي مشكل الأبحث وكي فة وهنا cić بقيت بقيت شعبه او قرأ فيها اوستاد هيرة عندك الفلوس تيرحبو بك مرحبات بك جيب ليين الفلوس ديال يناها وما تا خدوا منه وزيادا من ليتتكتب وتتتنشر باسميه ديالهم اذا وين وين ليتا يقولون بهما المهم المهم أرجعت 1993 أرجعت الشعبة في نقريت وذلك الوقت كان دي تموين من يعني من بره على الكل مجموعة ولكن ما شي رسمي ما دام عندك الفلس مرحبا بك إذا ما عندك الفلس باش تموين لعن الله ومن لي تدير البحث تقريه على الأقل ثلاثين في المئة هادي أنا كن سبق لي قريت في استيسمه التنمية على الجنوب عندي شي خبرة اللي كنت نقرأ متنحضر الدكتوراه ديلي كنت نخضب كان واحد بالستاج تي يهتم بزاف بالكحول وغالباً من مكوتاً عوضوانا يعني جيت يقول له هذا خبر الشي واحد مو تدير شي واحد ما عارب كين بالسويدي هذا الكلمة هذه المهم عندي خبرة وقريتها وتنقري وزيادة ذك ثلاثين في المئة بقيت بديت تنقري في الموضوع اللي تندير فيه هنا البحث يعني جيت شوية بشوية وبقيت تنمى نقول لك ما بقيش ما أنا با ما بغيت قاعد نرجع الرسمي يعني عندي الفلوس من برها أنا حر يتنسافر وتندي ننشار وتن في المؤتمرات حوص نقع على العالم تبارك الله يوا وزيادة هاد شي وحر يتمشي للخدمة عندك واحد درس ولا جوليش في السيمانة هاده هو تتعديدك الدرس المهم بعد دخلنا رجعت مشرف على الطلاب ديال الماستر وعلى واحد شي طلاب اللي تيدلوا الدكتوراه ديالهم في الموضوع ديال البحث ديالي على الشركة الأجنبية يعني إثنيك بيزنج تيسموه بعد الخطرات إثنيك بيزنج هذا فيها وفيها باللغة الإنجليزية حتى الألفين وخمسة قلت أنا أقريب دابا بالتقاعد خلصين ترسم أنا شرفت على ثلاثة خاصة اللي خرجوا هاهم دابا واحد في سريرانكا وحدها وهنا في واحد الجامعة هنا حتى هو ست الدابا إيراني والأخر من سريرانكا أوبابا المهم كان واحد أخر مع الأسف ما ننجحش ما كملش الدكتوراه خداوة خدا الماستر فيما يخص الماستر عندي بزاف مية ميت أقول لك ماشي مية واحد ولا كتر اللي شرفتها ليهم كان اللي كتب في الموضوع ديالي وكان اللي كتب في مواضع أخرين يعني لأن الماستر هنا مشيش حاجات حول عامين تدرسة وتكتب واحد مشروع أحد إيسي والله إنشاء والله شتي يقول لي بالعربية وتتقدمه والجناية تتحكمه سليت رسمياً سليت 2014 لأن التقاعد 2014 ولكن خدمت عامين بعد 2016 فاش خل انتهيت منها منها تقاعد نهاياً 2014 2014 قاعدت رسمياً ولكن زدتاً نخدم وتناتي الدروس في الموضوع ديالي هذا ديال الهجرة وبديت دروس أخرى وأبحاث أخرى على الدياسبورا 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 المهاجرين لكن الفرق بين ديال الهجرة او المهاجرين النس اللي هاجوا بلادهم وجوا البلاد اخرين كانوا لديهم ولاد ولادهم حتى هما دخلين في الدياسبورا فإذا تجمع الناس اللي يجاوا من برا ولكن حتى وجوان الجيلات الأخرين يزادوا برا ولكن عندهم تيقولوا احنا مغاربة عندهم ربطة مثلا مع المغرب دياسبول المغرب فيها 5 أو 6 الملين ماشي كلهم غادروا في المغرب يقولوا واحد مليون ولا وجوج الملين اللي خرجوا من المغرب الباقي هذه كرهتات كبيرة تتوسع وعندها ربط بالبلاد الحنانها وشيور العائلة ومزيد وهمها وأهل ما شاء بقيتها نكتب في الموضوع هذا هذا موضوع جديد للبحث ويقلت توسع من اللي كان غير في السويد دابت توسع للصعيد العالمي إذا أنا قلت لكم ما قادرين ننسوش هدي لأن هذا البحث على هادشي ويحاولوا يجلبوا هاد دياسبورة هادشتات هدي باش يديروا استثمارات في البلاد ويرجعوا أدمغة ويرجعوا تكنولوجيا ويساعدوا في بلاد متين في المغرب محاولين دابع هذا نكتب فيه الآن من اللي تقعت ماشي معناه ماشي دنعست ومشيتان سارة تنكتب قصة حياتي قبل كل شيء وزيادة ندير لبحث على هادشي اللي قلت لك للهجرة هدي متلا حاليا تنكتب شنو هو كيهان استثمارات الأجنبية تاقول لها فورين فورين دايريكت انفستمنت باستمارات الأجنبية متل في المغرب هادي هادي فيهم احتي الاستثمارات ديال شتات المغاربة بل شكي انه برا شنها هي الفعالية ديالها وشنها هي شحال هي مشي غا تصيفت الفلوسة فيه بحال تلي تغنص فيها هذيك ريمي تنسيت لي قوله بالانجليزية هذيك غير واحد اذا تنشوف شنها هي الفعالية ديالها ديال على البلاد وزيادة شنوا واش الناس اللي بغاوا يرجعوا واش عندهم مشاكل في البلاد و هلو مجرر هدا فهو الموضع ديال اللي تناخد فيه موسيقى حاولت مع الأسف ما اخليتوا ناش تيه ما بغاوا ناش بكل الوسائل من العائلة حت الفوو حت الوزارة حاولت شحال من اختراق ربما ما شي بالطريقة هذيك احنا احنا ربيت سويدي انا سويدي تقريبا بعد بعدها حوال ما من 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 ستوستين حتى الان را ما عرفت راه ما يزيد على كده خمسين سنة وعندنا يعني ربينا بحال سويدين تمشي مثلا واحد جوج خطرات تلقيت مع ذاك الوزير ديل التعليم العالي الحسين الوردي ولا اسمي ماشي الوردي ماشي الوردي ماشي الوردي الاحسين ما عطانيش وقت امشيت واتصلت معه وحاولت نرجع وحاولت ندير في المشروع في هذا ولكن مع الاساف تيقول لك لا ماشي غار تجي هاك كاخسك نجي وتتخدام وتبقى هنا واحد ستشهور لاربع شهور ودك شي احنا بغينا غار تتصل عالي باش نبداو وبغينا نجلبوه تموين المشاريع تما هذا على الصعيد الصعيد حكومي فيما يخص على الصعيد المحلي في الجامعات حاولت اتصل مع بعض الاسافتي واكد الباحثين مع الاساف الشديد هما تيتسا 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 تيتس mai تيتسا 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 تي وelnدي ماشي كلهم ماشي يقول لك انت جاي من بالرديا جاي معك التموين اجي 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 إلى جاي التموين ومع projectsT-com. واحبا انه لمكين موكين تموين وماكينج باللغة احنا بغينا نبدو مشروع كما تنعرفوه هنا نعرفوه شنا وقدون درسوا او شكونون قديشارك فيه لانضرو الغالب مثل المنظمات وماش يموون المشروع اللي قال لي قال لي كما قلت لك ماشي تجي هكا خصك أنا قلت له غير لقيني مع الناس اللي غادين تواصل معهم ودك شي قلت لك لا ما أعطنيش وقني هائيا واحد للطريقة اللي ما هي قلت لك لا واحتاج شديته مرة أخرى كنا عند الصفيرة السويد قلت لي كده والسويد السفيرة جابتني أنا هي ما عرفت اللي أنا اتصلت به قبل جابت لي قلت لي نقدم لك واحد السيد هنا غادي نفعكم قال لي هذا السيد راح تلقيته راتاتاتاتات ما أعطنيش وقت طفيا خليت إليه بنت المعنى ما فايدة في تكرة كما تيقولوا المهم خلينا من دكشي خلي دكشي مشا ما غادي نفعش دكشي ما غادي ندمس الإنسان على الماضي يخصي شوف المقص مستخل ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر